يا أهلا بالناس السنانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البل والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم دي لآية 41 من صورة الهو الآية دي فصلها الأولون بإنها تخص المعاصي والذنوب اللي بنعملها وإنها كانت سابق خراب الدنيا وده طبعا صيح 100% لكن بالمعلومات اللي عندنا النهاردة اللي مكنتش موجودة عند الأولين واحد زي فهم منها معنى تاني من المعاني المتعددة والمعجزة في القرآن الكريم لو أخذت الآية الكريمة وطباطها على اللي احنا بنعمله النهاردة في حياتنا واللي لسبب ما مش فاهمه الناس مش متخيلة نزمد هتلاقي ان احنا بادينا بنلم اكل الارض والحاجات اللي الارض محتاجاها عشان الدورات الحياتية اللي فيها كلها تستمر بناخد ده كله ونحطه في مكان واحد ونمنع الارض انها تحلله عشان هي والكائنات اللي فيها تاكله فساد وكمان بادينا بنزرع الارض بطريقة ملاحها واتموت الحياة اللي ربنا خلقها فيها فساد نزرع كل حاجة بنكلها او نتعالج بيها ونرشها باسمون فتاكة عشان نموت الحشرات اللي بتاكل الزرع والحشائش اللي بتطلع حواليه عشان نطلع محصول كبير نبيعه ونعمل فلوس على حساب ان كل اللي بيأكل المحصول ده يتسمم او يمرض فساد غالب ان لم يكن كل الزرع اللي بتشتريه من الخضري او السوبر ماركت بيكون شكله كبير وحلو لكن قيمته الغذائية بتكون غيبة من الصفر غالبا ده لانه مفتقد اكتر العناصر الغذائية اللي كان محتاجها في حياته وما خادش الا الحاجات اللي تخلي شكله حلو وكبير يعني لو تخيلنا ده في الانسان تخيل الانسان ما بيأكلش الا الحاجات اللي تخليه يطول وجلده يبقى شكله حلو لا معناه ان جسمه خربان من جوه وعنده كل امراض الدنيا هو انسان طويل وجلده شكله حلو تخيل بقى لو اسد اكل الانسان ده هيحصل له ايه حيجيله كل الامراض اللي عنده من ادم ويجيله انتفاخ من الاكل لكن جسمه مش هيستفيد كتير من اللي كله ده هو ده بالضبط اللي بيحصل لنا لما ناكل الزروع اللي بنشتريها من الخضلي او السوبر ماركت لو شبعت اصلا فانت جسمك باكدش غير فايدة وليلة جدا من اللي اكلته والباقي كله حشو على الفاضي يعني يتحول في جسمك لشحنه بس زينا بالضبط الزرع بيحتاج عناصر كتير في فترة حياته لو هيعيش حياة صحية ولو الزرع عايش حياة صحية وبعدين انا اكلتها ده معناه ان انا اكلت كل الفواد اللي جسمي كان محتاجها انا كمان وبالتالي قللت الامراض اللي تجيلي واويت صحتي زي ما قلت اكتر من مرة قبل كده ربنا خلق الاكل غذاء وشفاء لينا مش شبعة وبس لكن طلعتنا في الزراعة لغت موضوع الشفاء ده تماما عشان كده تعرف ان الموالح مثلا مليانة فيتامين سي لكن لما تحلل الايمة الفعلية للفيتامين سي فيها تلاقيه مش كتير زي ما انت بتخيل شجرة اللمون تاخد سماد ام بي كي وتكبر وتطول وتطلع لامون لكن قيمة اللامون ده الفعلية تكون ضعيفة جدا المشكلة الكبيرة انك حتى لو اشتريت حتة طارد وقررت تزرع لنفسك كل حاجة هتاكلها هتقابلك نفس المشكلة اللي بتقابل للمزارع التجاري ده لان اللي كان بيزرع الارض دي قابلك غالبا كان بيزرعها بنفس الطريقة اللي اي مزارع تجاري بيزرع بيها واحدة من المشاكل الكبيرة مثلا للأسميدة الصناعية هي ان تصنعها داخل فيها املاح لا معناه ان مع الاستخدام المستمر للأسميدة دي الحياة اللي في الارض بتموت لما تلمي ملح في الارض ده كارثة اي حد ده لس شوية تاريخ عارف ان الناس زمان كانوا لما بيحبوا ينتقنوا من بعض لو بلدين بيحاربوا بعض مثلا البلد المنتصر يحلق زرع البلد المهزوم عشان ما يلقوش ياكلوا وبعدين يملحوا الارض الزراعية عشان ما يطلعش فيها زرع تاني ده مثلا اللي رومان عملوه في حربوهم مع هانيبل لما راح يكتسح روما فانتقموا منه اسوأ انتقام بانهم راحوا ملحوا الارض بتاعة بلد المهزوم نوم احنا يا مؤمن نقرر اننا نملح ارضنا بنفسنا عشان نطلع محصول ولا اتنين ولا عشرة شكلهم حلو والنتيجة اللي انت شايفه حواليك ده من امراض وضعف عن في الصحة ده معناه انك عشان تزرع حتة ارض النهاردة بشكل سليم بطالية اتخلي الزرع اللي بيطلع فيها زرع صحي ويديلك فايدة فانت محتاج تشتغل على ناحيتين مش على ناحية واحدة لازم تشتغل على ان الزرع يطلع طبعا ولو انت مزرع تجاري فلازم كمان يكون شكله حلو عشان الناس تشتري منك والحاجة التانية اللي لازم تشتغل عليها هي الارض نفسها وازاي نرجعها حية تاني بعدما موتناها بالاملاح والمواد الكيموية اللي قتلت كل البكتيريا والفطر المفيدين فيها واللي الزرع عمczę وما هيعرف يعيش من غيره ده معنى انك عايز تدي الارض والزرع كل العناصر الغزائية اللي كانت موجودة في الارض بشكل طبيعي قبل ما نقضي احنا عليها العناصر الغزائية كلها موجودة في كل ارض ربنا خلقها والغاية النهاردة مع كل اللي احنا عملنا ده موجودة برضو في كل ارض ربنا خلقها لكن زي ما انا شرحت قبل كده العناصر دي ما لهاش اي ييمة لو ما فيهاش كائنات حية في التربة تحلل العناصر دي عشان الزروع تقدر تستفيد بيها ففيه اكتر من طريقة العمل ده فيه الطريقة الاسهل واللي بتاخد عشرات السنين وساعات قرون وهي انك تعمل صور حوالين الارض وتسيبها لا حد يدخلها ولا حد يجي ناحيتها دي الطريقة اللي كان بيعملها سكان استراليا الاصليين قبل ما يحتلوهم من انجليز لما تحصل حريقة ولا حاجة تقضي على الزرع اللي في الارض يعملوا صور حوالين الارض ويسيبوها اربع او خمس اجيال لما يجي الجيل الخامس ولا السادس يدخل بقى الارض بعد كده يلاقيها غابة وفيها كل انوع الحياة سبحان الله في خلقه وبيحصل ازاي؟ بيحصل بان المطر بينزل على الارض فتبدأ اللي الناس الساسجة بتقول عليه حشائش لارة تكبر الحشائش دي في الحقيقة زروع متقدمة لها شغل مهم في الارض اي حد بيزرع جنينة او ارض حيشتكي لك مر الشكوى من ان الحشائش مطلقة عينوك ومهما عمل عشان يموتها برضو بترجع تاني ومع ذلك بيعيش حياته كلها بيحاول يموتها من غدع اي نتيجة شغل الحشائش دي انها تضرب جدورها في الارض وتتغزى من العناصر اللي فيها بس كده دي كل شغلتها في الحياة الحشائش دي انواع في منها بيطلع في المراحل المتقدمة ومنها اللي بيطلع في المراحل المتأخرة فانواع الحشائش اللي بتطلع في الارض بتكون على حسب نوع المشكلة اللي في الارض وحجم المشكلة دي فلو الارض فيها نقص فعشر عناصر مثلا ده مش معناه ان العناصر دي مش موجودة ده ببساطة معناه انها مش موجودة في الطبقة اللي انا بزرعها الطربة العلوية لكن كل العناصر موجودة على مسافات متفاوتة تحت سطح الارض فلما ينقص عناصر من العناصر يطلع في الارض نوع من الحشائش بيمد جدوره للمسافة الكافية لانه يوصل للعنصر ده وبعدين يسحبه عشان يكله فجدر الزلع ياخد الكمية اللي الزلع محتاجها من العنصر ده نفسه عشان الزلع تعيش لكن عملية السحب دي نفسها بتخرر شوية من العنصر ده وتخليه يطلع فوق شوية في الارض فالزروع الثانية اللي حوالين الحشيشة دي اللي جدورها اقصر شوية تقدر تاخد العنصر ده هي كمان وبعد ما الحشيشة دي دورتها الحياتية الكاملة تنتهي تموت وتبدأ البكتيريا والدود والفطر وكل الحياة اللي في الطربة تأكلها وتحللها وبالتالي كل العناصر اللي كانت في الحشيشة دي بقت موجودة دلوقتي على سطح الطربة وبعدين المطر ينزل تاني فكل العناصر دي ترجع تنزل في الطربة تاني بالراحة وجدول الزروع التانية اللي عيشها تقدر تمتصها بسهولة ودي اهمية ان الارض عمرها ما تتسابع لينا لو الحشيشة ماتت بعد ما حرارت العناصر دي وانت مزرعتش حاجة اللي حيحصل ان حشيش غيرها حيطلق عشان يخلي العناصر دي في مكانها لو شيلت الحشيشة دي كمان المطر حيفضل ينزل يزوء العناصر دي في الارض التحت وترجع المشكلة من اول وجديد لما الارض تحل مشكلة عنصر من العناصر للزرع ما يبقاش فيه لازمة لان النوع الحشيش ده بالذات يطلع تاني وبالتالي اللي يحصل ان النوع مختلف من الحشيش يطلع النوع بيمدك دوله لمسافة مختلفة عن النوع اللي قبله عشان يجيب عنصر تاني من العناصر الناقصة التربة بنفس الطريقة وعلى حسب مشكلة الارض دي ممكن بعدها يطلع نوع تالت ونوع رابع وهكذا لغاية ما تتحل كل مشاكل العناصر في الارض ساعتها ييجي دول النباتات المتأخرة فتبدأ الاشجار تطلع ومعاها النباتات المتسلقة والنباتات الجذرية الاخ عشان تحافظ على العناصر دي في التربة العلوية وتفضل النباتات دي تعيش وتموت وتلمي بزورها او جزورها في الارض على حسب كل النبات بيتكثر ازاي واللي يموت يتحلل على سطح التربة ويجي اللي وراها ياخد نفس العناصر اللي محتاجها منه وهكذا ولما الارض من فوق اللي احنا بنسميه التربة العلوية يبقى فيها شوية عناصر تبتدي انواع البكتيريا والفطر اللي بتتغزع العناصر دي هي كمان تتجمع اكل ببلاش فكله يتلمي والكائنات دي تبدأ تكون علاقات منفعة متبادلة مع جذور النباتات اللي عايشة حواليها فيتبادلوا الغذاء واماكن سكن وغيره ولما الكائنات دي تتجمع تبدأ كائنات تانية اكبر منها تتجمع هي كمان عشان تاكل الكائنات الاولى وبعدين الحشرات والزواحف والطيور الى اخره حياة كاملة في بيئة طبيعية ايكو سيستم وكل الانسان محتاج يعمله عشان كل دي يحصل انه يطلع منها ويسيب السنان الكونية تشتغل لوحدها وده السبب في ان الاوروبيين كل ما يحتلوا بلد سواء في القارتين الامريكيتين او استراليا ونزيلاندا او جزر الكاريبي او غيرهم كانوا اول حاجة بيعملوها يقطعوا الغابات ويزرعوا اكلهم مكانها الارض سنانيا بتكون مليانة حياة والزرع يطلع زي الفل لكن حيث ان طريقتهم في الزراع هي نفس طريقة الفيروس او الخلايا السرطانية في الانتشار استهلك من غير ما تعود اللي بتستهلكه فبتكون النتيجة طبعا انهم يغدوا كل فايدة الارض لغاية ما تخرب وبالتالي يبتدوا عملية تمليح الارض بالاسمدة واستمرار الخراب للي بعدهم طبعا زي ما انت متخيل عشان كل اللي وصفتو لك من شوية ده يحصل عشان الارض تصلح الخراب اللي عملوا الانسان فيها ده بياخد عشرات السنين عشان كده الناس دي كانت بتصور الارض وتسيبها اجيال كاملة وده عملية النهاردة بالنسبة لأكتر الناس الموجودة مش حاجة ممكنة حتى لو انت معاك الفلوس وقررت انك تشتري ارض في اي بلد وتسيبها الحكومات في اكتر البلاد مش هتسيبك تعمل كده الارض بالقانون الوضعي لازم يبقى فيها محصول خلي بالك مش تتزرع يبقى فيها محصول يعني لازم تستمر في الزراعة بنفس الطريقة اجبارية انا فاكر في مصر كان عندي حتة ارض على الطريق الصحراوي والطريق الصحراوي زي كل حتة في النصر بتاع البلطاجية اللي معهم سلاح ليه هو كده وان كان عجبك الخلاصة انك تروح تدفع الاتاوة عشان تاخد حتة ارض فاضية هي اصلا بتاعتك بتاعت البلد وبعد ما تدفع اول اتاوة يقولك مصاريف سنوية عشان تحسين الارض واحمايتها واي هجص وبعدين يفرض عليك انك تزرعها حاجات معينة ولو زرعت حاجة غير الحاجات دي او سيبتها من غير زراعة تتاخد منك او الله ما علينا المهم ان الحل ده مش متوفر لأكتر الناس اللي بتسمعني لسبب او لاخر فما يبقاش قدامنا غير اننا نحاول نصلح رغم اننا مجبرين على الخراب حتى وحنا بنحاول نصلح ده ما بقاش رفاهية اليومين دول الناس اللي بتاكلنا امريكا اوروبا بيلطموا من ناص الاكل النهاردة اللي امتبع لي من فترة عارف اسباب ده مفيش بترول وده معناه مفيش اسمدة ومفيش نقل ومفيش ومفيش الخلاصة انهم هم نفسهم النهاردة مش راقين يكلهم وانا صغير فاكر لما تلم المغنيين كبار وقتها يعني امريكان بالذات عشان يعملوا حفلات غنائية كان عنوانها فيد افريكا او اطعيمه افريقيا عشان افريقيا بعد ما احتلوها وعملوا انتشارهم السلطاني فيها طبعا جاعت ومتت من الجوع كمان لكن الظريف اللي النهاردة بقى فيه منظمات فيد امريكا مش عارف فتحك والله عيط فعمري انا على مسافة حوالي 30 سنة بس شفت اللي كانوا بيشحتوا عشان افريقيا يا حرام هم بيشحتوا لنفسهم ومش لقيين يكلوا سبحان الله زي العادة خلقت بلا الموضوع فالحل التاني هو انك تهتم بالحاجات اللي عايز تزرعها سواء عشان تاكل او عشان ده مصدر رزقك او عشان لازم تزرع وإلا الارض هتتاخد منك وفي نفس الوقت تبدأ عملية اصلاح الارض بنفسك ولازم تبقى فاهم وانت بتعمل ده انك هتبقى اسوأ مئة مرة من لو سبت السنن الكونية تشتغل على الارض فما تتوقعش نجاح باهل اول ما تحط يدك في الارض ولا حاجة فده معناه انه مستمر في الزراعة نفس الاصناف اللي بزرعها وديها نفس العناصر الغذائية اللي هي محتاجاها بشكل طبيعي اكتر واكيد من غير مملح الارض وفي نفس الوقت اعمل اللي اقدر عليه عشان اعيد الحياة في الارض من فضل ربنا علينا اننا عرفنا طرو كتير دلوقتي لاعادة الحياة في الارض ولو حتى نظريا والطرو دي بتختلف من شخص للتاني على حسب وضعه لو عندك ارض او جنينة ديت كبيرة وما عندكش مشاكل جنان فده يسهل الموضوع كتير اول واسهل حاجة في الحالة دي هي انك تعمل كومبوست سخن انه هو مادة بتتحلل عن طريق الحرارة وترجع المادة العضوية للارض بالاضافة للعناصر الغذائية والبكتيريا والكائنات الحياة ده مش حاجة متوفرة لكتير من الناس زي مثلا لاننا عايشين في المرات لكن هو حل هايل لأي شخص عنده ارض او باك يارد جنيدة بيت يعني يقدر يتصرف فيها من غير ما حد يقوله حاجة ومهمة في موضوع كومبوست انك تعمله بنفسك كومبوست اللي بتشتريه من حد ما تعرفش لا فيه ايه ولا معمول ازاي ممكن يكون محلل لمواد مرشوشها بمضادات حشرات ومضادات حشائش وسموم من كل نوع فبدل ما تعيد احياء الارض عندك تزود خرابها واتطول المدة اللي حتحتاجها في اصلحها غير الكمبوست الناس اللي زي بقى عايشين في اعمارات ومعندهمش رفاهية انهم يكوموا امطار مكعبة من المادة العضوية ويسيبوها شهر ولا اكتر تتحلل ففيه المحلل البارد اللي هو البوكاشي انا عملت البوكاشي قبل كده على القناة اللي فاتت مش متأكد لصة الطريع موجودة على القناة دي ولا لا لكن لو ما كانش ان شاء الله حابعمله تاني للفايدة والبوكاشي بديل هايل الكمبوست للناس اللي ما عندهاش مكان وعندهم مشكلة في ان حواليهم ناس غير الاتنين البوكاشي والكمبوست دي يجي دول الاسمدة الطبيعية خلي بالك طبيعية يعني سنانية سنانية وعضوية حاجتين مختلفتين العضوي ده له شروط بتفرضها الحكومات عشان تديله شهادة بينه عضوي مش من الشروط دي انه ما يبقاش داخله مواد سامة للزرع والارض قصة طويلة ممكن بنتكلم فيها لو فيه داعي لكن الخلاصة ان السماد الطبيعي ده سماد بتعمله بنفسك من حاجات انت زرعها او مربيها بيدك عشان تبقى عارف فعلا ايه اللي داخل في السماد ده وده انواعه كتير فيه منها شوية على القناة هنا وغيرها ان شاء الله جاي مع الوقت الهدف من السماد ده هو برضو اضافة مادة عضوية للارض لكن الاساس فيه هو توفير عناصر للتربة العلوية من الارض يكون النباتي قدر ياخدها ويستفيد بيها على طول من ده على سبيل المثال النيتروجين وفسفات الكالسيوم وغيرهم كتير من اهم الاسماد اللي ممكن تديها لارضك على حسب حالتك برضو هي السباخ او روث الحيوانات ده في حالته الطبيعية بيبقى مليان غيزة للارض والزرع الاثنين ومليان حياة جاهزة للارض بتاعتك لكن برضو ده لازم يكون طالع من حيواناتك انت عشان تبقى عارف ايه مكوناته لو السباخ جاي من حيوانات كل شوية بتاخد مضادات حيوية وبتاكل اكل مرشوش بمضادات حشرات ومضادات حشائش وغيره حتكون نتيجة ده ضرر للارض اكتر منه فايدة وزي العادة الموضوع كبير وواسع وانا طولت الفيديو برضو زي العادة هتبقى في التعليقات وحرد عليها ان شاء الله وانكمل الموضوع في المرات الجاية باذن الله افتكل تتابع موقع الحياة السنينية عشان المعلومات المكتوبة بتبقى مفصلة اكتر وحتلاقي رابط الموقع في وصف المقطع ده وكمان علشان يوتيوب دلوقتي انا كل يوم استنيها تقفل القناة بتاعتي وحيس ان بيت تيوب للاسف فشلت وراحت في اتجاه تاني فانا عملت قناة جديدة على حاجة اسمها بيت شوت هتلاقي برضو الرابط بتاع القناة الجديدة دي في وصف المقطع فتابع هنا وهنا عشان يوتيوب لو الواحد موهد ده بيعني يقول عليها عملة زي ستة الغدارة ما تضمنش لو عايز تدعم القنوات بتاعتي هتلاقي رابط برضو في وصف المقطع يوديك على باي مي اكافي ويب سايت يخليك تقدر تدعم القنوات من غير تدخل اليوتيوب واشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة